أماكن حول العالم بحط عنده اتنين اللي هو معلم تاريخي طبعا في ايطاليا جزيرة ارواد ساعد بيكبين اللي هو الاهرامات تاسك بي عم بيقول انظر مرة ثانية وقل هذه جزيرة ارواد انها في سوريا الانس بدي احكي شغلة انه نحن فينا نعمل بحث على جوجل على كل كلمة من هدول الكلمات ونعرف فيه وين موجودة بالضبط وبنكتب بعدين منقول مثلا this is the opera house it's in ومنحط الدول اللي هو فيها لا it's in سيريا انا بعرف فيه اوبرا هاوس انه دار للأوبرا اوكي هلا تو الاكسرسايز تو عم بيقول read on much اقرأ وصيل عندي وين رح اقرأ وين تو ثري بعدين when where will they go on holiday الى اين سوف يذهبون في العطلة to what will they visit ماذا سوف يزورون three when will they arrive متى سوف يصلون هلا انا هدول فيكم تحفظون حفظ يعني انه محادثة والجواب علي اي عندي they will arrive on Tuesday سوف يصلون يوم الثلاثاء they will travel to Italy سوف يسافرون الى ايطاليا see they will visit visa tower سوف يزورون برج بيزا اوكي طبعا موجود هو في ايطاليا exercise three and four انشطة الصوتي صفي exercise five عم يقول read the following story and write what will happen at the end عم يقول اقرأ القصة التالية واكتب ماذا سوف يحدث في النهاية عم يقول حازم decides to travel to India يقرر حازم ان يسافر الى الهند he has a friend there called راجي لديه صديق هناك يدعى راجي هو الهلبهم الذي سوف يساعده وان هازم يعني حازم arrives in India عندما وصل حازم الى الهند هي والقول راجي انه هو سوف يتصل براجي يلا انتوا فكروا فيها واتخيلوا واختروا وشو رح يصير واكتبوا جملة فاعل والفعل بالمصدر تتمية الجملة تمام ودخلوا مع جملة حاضر بسيط كمان بسير يعني فاعل فاعل وتتمية تمام شاطرين انتوا اكتب ماذا سوف يفعل اكتب ماذا سوف يفعل وكمان جملة فاعل والفعل بالمصدر تتمية الجملة الاسبوع القادم سوف اذهب الى لبنان عندي غدا انا سوف كذا اوام فرايدي اي وانت اه يوم الجمعة انا سوف لنهم في عندي نفلة ويل صارت ويل نت يعني وانت اختصاره والفه متل ما بتكل بتحبوه وضيفه تمام اكسسايز سيفن عم يقول ريد عن دوتا تاسكس بيلو اقرأ واقوم بالمهام في الاسفل بناه الصينيون لحماية الامبراطورية الصينية من الهجمات العدو انه الجدار الاطول الذي تم بنائه بنته فرنسا لمعرض العالمي بعام 1889 في التقس البارد يصبح البرج اقصر ما بيكون في الجو بارد طبعا هو معلم تاريخي الكلاسيوم اللي هو ستاد رياضي قديم في روما ايطالي ايطاليا ايطاليا وهو المسرح الاكبر في العالم صراعات او القتالات صراع بالايدي والمنافسات هيك كان يصير في زماناته فيه يعرفوا كيف انه يصير فيه بين اللاعبين قتال بالايدي او صراع او مع حيوانات تانية تاسك اريد ان ماتش اقرأ وصل عن بيقول عندي كلاسيوم اللي هو كلاسيوم هلا حكينا عنه الجدار العظيم او الصور العظيم ثري the evil tower برج ايفل رح نقرأ هلا اي بي سي عندي اي فرانس بي ايطاليا سي تشاينا يعني كل المعلم من هدول المعالم بتكون توصلوا للدول اللي هو موجود فيها تاسك بي عم بيقول اكتب صح او خطأ عندي وان الصين العظيم حديث او تم بناء برج ايفل في عام 1089 ثري the classroom is an ancient theater الكلاسيوم هو مسرح قديم صح او خطأ تفضلوا اكتب عن مكانك المفضل بالعالم what is it ما هو where is it اين هو what's interesting about it ما هو الشيء المهم بخصوص هذا المكان يعني تقريبا نرجعوا على المقاطع الثلاثة عن سور الصين وبرج ايفل وهيك وكتبوا هيك شغلات واين هو ما هو واين هو وشو هو الشيء المهم بالنسبة لهذا المكان تمام طبعا انتو فيكن تستخدموا قواميس يعني يا اما بجيبوها من المكتبة او جوجل اي كلمة ما بتعرفوها وتركيب الزمل بتعرفوه صار عندكن يعني هلا ريفيجين فور عم يقول الاكسرسايز وان فيل اندى سبيسيز واذ ماتش او مني هون بدي مل الفراغات يا اما ماتش يا اما مني ورح اذكركم ماتش بيجي بعد اسم غير معدود ماني بيجي بعد اسم فينا نعده وبيكون عادة مع اس الجماع صارت هيك سهلة عندي اوان جين هزينت قد فراغ تايم او جين لم يكن لديها الكثير من الوقت تو هي دينت ايت فراغ مت هو لم يتناول الكثير من اللحم هي قصده فيها لانه ماتش معنات الكثير منه وماني معنات الكثير منه ثري هاو فراغ لسنز ديت يستدي يستردي كم عدد الدروس التي لانه اذا قلنا هاو ماني بيكون بسار معناتها كم عدد هاو ماتش ما كمية ما مقدار تمام اذا كان في قبل انها وهيك بيصيروا بالسؤال اذا ما عدد الدروس التي درست البارحة فور اردير فراغ كارس اندستيت هل كان هناك كثير من السيارات في الشارع بدي احكي الشغلين من الاسماء الغير معدودة لا تقبل عد وما بتقبل استجامع تمام هي الفرق بينه وبين الاسماء المعدودة الاكسسايز تو كلاسي فاي بدي يقوم بتصنيف هدول الكلمات عندي ديسكس مقاعد كوكيز نوع من الحلويات سيارات ملح بطر زبدي اولاد تي شاي هلا مين مستخدم معها ماتش من حطها تحت ماتش ومين مستخدم معها ماني من حطها تحت ماني وقلت لكم انا اه مع شو منستخدم هاي ومع شو منستخدم هاي بس بدي احكي عن الجمع الشاذ يعني مسلا جمع كلمة طفل اولاد ما اخذت اس الجمع لكن هي قبلة العد يعني من الاسماء المعدودة مولى لانه ما فيها اس الجمع معناتها غير معدودة لا او ما نجمع كمان لا تمام اذا انا اه عند الجموع الشاذي يلي ما منضف لها اس الجمع هاي منعتبرها اسماء قابلة للعد لكن ما اخذت اس الجمع ما اخذت اس الجمع لكنها قابلة للعد اكتب الصيغة الصحيحة يعني يبدي يحط بالماضي يبدي يحط بالحاضر يبدي يحط لا نشوف خلونا نشوف عندي وانه هي اولويز اولويز مع شو بتجي ومع الحاضر البسيط تمام اه بدي ارجع على الحاضر البسيط اذا عندي هي بدي اضيف للفعل السلم وفراد شو رأيكم ولا لا اكيف كون انا ارجعوا على القاعدة اذا هي اولويز فراغ فوتبول اون فرايديز هو دائما يلعب كرة القدم يوم الجمعة تو لومة عن لبنى لومة ولبنى فراغ اس نيكست ويك طبعا في عنا فيزيك الفعل فيزيك يعني سوف يزورونا الاسبوع القادم اذا انتبهوا انتبهتوا شو يعني يبدي يحط حاضر بسيط او ماضي بسيط او ممكن يكون في مستقبل حسب عندي ثري اولى فراغ ماني ديليشوس كيكس يستردي انه صنعت الكثير من الكيكات الشهية البارحة فور ماجد وين تو دا ماركت تو فراغ صم فرشتبولز ماجد ذهب الى السوق لي هون قصده فيها يشتري بعض الخضروات بدي يحكي انه بعد تو بيجي فعل بالمصدر اختر الكلمات الصحيحة بين قصين عندي 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 اي مكان اي مكان اي شي فما عم بيقول هو هل ذهبت الى اي مكان الليلة الماضية صارت سهلة اخذ حقيبتي لا يوجد هناك شي في السلة انها فارغة اي شيء لا شيء لا شيء لا احد كان بامكانه ان يحرك الحجر الثقيل ام لا شيء كان بامكانه ان يحرك الحجر الثقيل شو برأيكم اكسرسايز 5 فيل in the spaces with the words in the books بدنا نملل فراغات بكلمات من الصندوق عند بليس اماكن هوني عسل فستفل احتفالية هلثي صحي وان ماي تشلدرين هاد فن اندى فراغ لاس نايت او اطفالي او اولادي استمتعوا بفراغ الليلة الماضية تو وي شود ايت فراغ فود ينبغي علينا ان نأكل فراغ الطعام شو ثري بيس النحل ميك فراغ فرام نيكتور يصنع الشو العسل مهيك من الرحيق فور هاو مني كم عدد فراغ بديو فيزيت يعني كم عدد الاماكن التي زرت صارت سهلي صاح اكسرسايز 6 فيل in the space with the order بدنا نعيد ترتيب الجملة اذا جملة والسؤال اذا كان سؤال ونحن حكينا الجملة يعني عادة بتكون فاعل فعل وتتمي اما السؤال بدي يكون اول شي بيجي فعل مساعد بعدين فاعل فعل تتمت السؤال او بيجي اول شي اداة الاستفهام بعدين فعل مساعد فاعل فعل اساسي وبعدين تتمت السؤال وما تنسوا تحطوا اشارة الاستفهام لانه السؤال عندي وان عندي بمعنى انه هناك الكثير من السيارات في الشارع صح كي بدي يقول هناك يوجد هناك الكثير من السيارات في الشارع اه ما بدون شي كتير سهلين عندي تور حقرة بس الكلمات اذا بدنا نرجع نشوف الجملة مما تتألف اذا كانت بالماضي او بالحاضر المستمر او بالحاضر البسيط او جملة كان او جملة شود اول اه بنرجع على الصياغ اللي موجود عندي اياهم بالقواعد العامة او بالقاعد الموجود لكل صوف تمام؟ ней اكيد انا على طول الخط وانا ماشي معكم بالقواعد اذا اذا لازم الامر فشوفوا جملة الحاضر الوسيط مما تتألف جملة الحاضر المستمر مما تتألف جملة الماضي digressar او ما تتألف اذا بدنا ارجع القواعد العامة الموجودة بالقناة بتروح عقواolon التنشويل بتروح عقواعده العامة وبتاخدوا صيغة اللي بتكون اياها وتشوفوا الجملة منه مما تتعلف تمام